أكدت مديرة إدارة الاستراتيجيات والتحليل في صندوق النقد الدولي أن ضربة تلو الأخرى تضرب الاقتصاد العالمي مشيرة إلى أن الصندوق يقاطط لخفض كبير في توقعاته للنمو العالمي في تقريره القادم وأضافت مديرة إدارة التحليل أن صانع السياسات أصبحوا أكثر صعوبة في وضع الاستراتيجيات وسط ارتفاع أسعار الغداء والطاقة وانخفاض تدفقات رأس المال إلى الأسواق النشئة والوباء المستمر كان صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام من 4.4% إلى 3.6% في تقرير إبريل فيما سيتم إصدار التوقعات الجديدة هذا الشهر